عندما بدأت المحادثات النووية بين كوريا الشمالية وواشنطن بنيت آمال عريضة على نتائج هذه المحادثات في أن تنعكس إجاباً على الداخل الكوري الشمالي إلا أن الواقع على ما يبدو لم يعكس تلك الآمل خاصة وأن تلك المحادثات توقفت إذا عادت تلك المحادثات إلى مسارها الصحيح فإن مساعدة رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أوم في حل مشكلة العجز المزمن بالطاقة في بلاده ستكون أفضل خدمة يقدمها ترامبلي بيونغ يانج تخيلوا أنه على مدى أكتر من عشرين سنة والد رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أوم كان يبدو أقصى جهده للحصول على زوج واحد فقط من المفاعلات النووية بينما ابنه اليوم يمتلك ترسانة ضخمة من الأسلحة النووية لكن مشكلة الكهرباء والطاقة في بلاده لا تزال مشكلة كبيرة لا تزال الشوارع في بيونغ يانج وجميع مدن كوريا الشمالية تضيء وتطفئ كشجرة الميلاد سنوات من العقوبات المكسفة أثرت بشكل كبير على إمداد كوريا الشمالية بالوقود الأحفوري من العالم الخارجي لكنها أيضا دفعت البلاد إلى تجميع احتياطي من موارد الطاقة بعضها خارج الشبكة وبعضها غير قانوني بشكل كامل إليكم نظر عن موقف كيم جونغ أون وما يفعله لكسب الصراع الحقيقي لبلده طبعا في النهاية همه الوحيد الحفاظ على السلطة فقط أول شيء الصورة الكبيرة بين الصور الأكثر شهرة لكوريا الشمالية هي صور الأقمار الصناعية بالليل واللي بتكشف بتبين كوريا الشمالية كهاوية حلقية محاطة بالأضواء سواء من الصين من اليابان من كوريا الجنوبية بينما هي مظلمة الأمة بأكملها نتكلم عن شعب كوريا الشمالية اللي بيبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة تخيلوا أنه تستخدم بالعام نفس الكمية من الكهرباء المستخدمة في واشنطن لوحدة كما أنه لدى كوريا الجنوبية ضعف عدد سكان الشمالية لكن استهلاكه من الكهرباء في عام 2014 كان أكبر بنحو 40 مرة الشغلة الثانية هي الحفاظ على تدفق النفط يجب على كوريا الشمالية استيراد حوالي 3 إلى 4 ملايين برميل من النفط الخام كل عام للحفاظ على اقتصادها معظم هذا النفط يتدفق عبر خط أنابيب واحد منذ فرض الحد الأقصى للواردات تورطت بيونج يانج بخطط متزايدة التعقيد لزيادة إمداداتها مع عمليات نقل النفط يلي بيصعب تتبعها بواسطة النقلات بالبحر ثالث شغلة والأخيرة اللي هي الخروج من الشبكة كان فيه باحثين أو بالأحرى باحثين اتنين من معهد نوتيلوس للأمن والاستدامة عم يتبعوا قضية الطاقة بكوريا الشمالية على مدى سنوات وبمقارنة أرقام التجارة الصينية بين عام 2000 و2017 وجدوا أنه فيه نمو هائل بواردات كوريا الشمالية من سيارات الركوب والشاحنات كذلك ارتفعت مبيعات الجرارات وتضاعفت مبيعات الدراجات البخارية وهي فئة لم يتم إدراجها حتى العام الماضي مع ذلك يمكن أن يكون الحفاظ على السلطة يلي هو مثل ما حكيت سابقا هو الهم الأكبر لرئيس كوريا الشمالية بكثير من الأحيان هو روتين مفصل الآخر شيء من نحكي أن الألواح الشمسية بكوريا الشمالية هي الخيار الأرخص ويمكن أن تبقي غرفة مضاءة أو يمكن أن تجعل الهاتف المحمول يعمل أو حتى جهاز تلفزيون أو أي جهاز آخر عندما تتدفق الكهرباء من الشبكة بالفعل يمكن استخدامه لشحن البطاريات قبل ضربات التعتيم التالية لأنه مثل ما ذكرت ببداية حديثي أنه شوارع المدن والقرى الريفية بكوريا الشمالية تضيء وتطفئ كشجرة الميلاد تماما وطبعا الأولوية بالكهرباء للمدن قريبة من المفاعلات النووية وللسكنات العسكرية ومع ذلك حتى تتعرض لقطع الكهرباء